اشتركوا في القناة ولان وجودنا مرتبط بالعمل وفي تحقيق ذاتنا فايدة العمل مش بس علينا احنا بس حتى على البلاد نفسها وتكون الدولة قوية بالإنتاج المتواصل والمستمر بس المهم في العمل النية انك فايق الصبح وماشي للعمل وعندك نية حتكون نتيجة عملك بعيدة تماما عن انك تشتغل من غير نية لان لو اشتغلنا بنية حيزيد حبنا لشغلنا ويتغير أداءنا للأحسن والأفضل وتكون عندنا طموحات أكتر في مجال عملنا وبالتالي حيكون شغلنا متميز وتقدر تبدأ في عملك وفي حياتك كلها صباح الإبداع شاب لي بمبدع فنان دخل عالم التصميم الدكور من أبوابه الوازع تميز في شغلة وعند بصمة خاصة شارك في مجموعة كبيرة من المحافل المحلية وحتى العربية تحصل على مجموعة من الشهادات الشكر والتقدير عند مجموعة من اللقاءات التلفزيونية عبر قنوات محلية وعربية وعالمية أول شاب لي بي أستضيف في قناة MBC في برنامج صباح الخير يا عرب وعلى قناة روتانا في برنامج عز الشباب ولقاء عبر تونس الوطنية وليه مجموعة من اللقاءات الصحفية من أبرز عنوينها المنصوري تصاميمه استهوت رجال الأعمال العرب هو معنا في الستوديو المصمم والمتعهد والمتخصص في تنظيم الحفلات عبد الحميد المنصوري نقول لك صباح الخير صباح الخير أهلا وسهلا أهلا بيك طبعا في برنامج الصبح ورحب بيك عبد الحميد المنصوري 18 سنة رحلتك في مجال التصميم الدكور وتنظيم الحفلات اللي بنعرف البداية كيف تصف هذه الرحلة والله طبعا بدايتي ما بيش نقولها كانت صعبة نعم لأن مجال تصميم الدكور أو مجال التصميم هو هواية فدايما الهواية تكون نابعا الإنسان من داخله فما وجهتني صعوبة جدا في بداياتي كانت بداياتي سهلة جدا والحمد لله 18 سنة من الخبرة الحمد لله يعني ماشي أموري تمام وكويس يعني خلينا نتعرف عليك أكثر في هذا التقرير ورجعي أكيد عادة ما نسمع عن أشياء كثيرة تفريحنا في الحياة عمل جديد هدية وغيرها ولكن الفرحة تكون غير عندما يحرص اسم كبير في عالم تصميم الدكور على تحقيق وإدخال الفرحة في قلوب الزبائن وخاصة فرحة العمر التي لا تتكرر فعادة لا يكون ذلك اسم لامع قطع 18 عاما في مجال تصميم الدكور للحفلات والأعراص خريج الجامعة الأمريكية من مصر لم يسانده أحد بل كانت بدايته من شغله في محل ومن مجهوده الشخصي في تصميم الكروت في أوقات الفراغ انتقل إلى تصميم الأزياء والفساتين للحفلات والأعراص ومن ثم قرر أن يبتعد وينتقل إلى التنظيم وتصميم الدكورات في الحفلات والأعراص هو صاحب العمل المتميز والإبداع في كافة تفاصيل التصميم والتنفيذ حميد المنصوري نال أحسن مصمم في يوم المرأة الليبية عام 2016 تعاقد مع المفاوضية العامة للكشافة في تجهيز الحفلات بالكامل كانت لديه تجربة في التقديم الإذاعي كمقدم برنامج عروس ليبو وأجواء العراس الليبية ونالت متابعة كبيرة من الناس وخاصة فئة السيدات موسيقى رجعنا مرة ثانية لضيفنا عبد الحميد المنصوري عبد الحميد زي ما اسمعنا في التقرير بدايتك كانت تصميم الأزياء بعد قررت أن كنت تنتقل إلى تصميم الديكورات وكل ما يخص الديكور في مجال الحفلات أو المناسبات ليش انتقلت؟ ليش ما كملتش في تصميم الأزياء؟ بداية كانت في تصميم الأزياء كانت كنت نملك محل كنت نصمم فيه في فساتين الأعراس وفساتين الصهرة فبخلال المحل هدايا حاولت ندخل أشياء بسيطة أكسسواراتي متاع الأعراس فلقيت نفسي تمكنت فيها والحمد لله اشتغلت فيها كويس وطلقيت زبعين وبدأتني أشغل كويس فطلقت مجال تصميم الأعراس والديكورات لعكس تصميم الأزياء لأنني كنت مجال أكتر ماشي عندنا وفيه شغل كويس بس جتني فترة بعد أعتقد عشر سنوات حنيت لتصميم الأزياء ودرست في الأكاديمية القومية للموضة بالقاهرة فتت 2011-2012 وكان عندي عرض كان بيقام في أكبر فنطق في ليبيا هو جي دابلو ماريوت كان يوم 24-04-2011 بصدر الظروف البلاد فتأجله وحالياً أني موضوع الأزياء مبتعد علي نهائياً يعني مبتعد علي نهائياً بسبب الظروف الحالية هذه عرض من زمان أنت تشوف بأن هذه الفكرة لا تنطبقش في ليبيا أو الشعب الليبي ممكن مش متعود على نعم بالعبس نعم موجودين توا حالياً في ليبيا في الوقت الحالي في مصميم أزياء شباب شاطرين جداً وقالين يشتغلوا حالياً يعني فاتحين محلات ويشتغلوا كويس بس أنا شخصياً بس بتعطي عن موضو هذا نهائياً يعني أني قد روح في مجال الأعراس أكتر شيء يعني نعم هل تشوف نفسك بأنك كنت محضود في هذا المجال؟ جداً الحمد لله ليش لهل كان عندك دعم أو في حد ساندك أو ممكن مجهوداتك الشخصية هي لي وصلاتك لأ بالنسبة لي دعم لا ما أخذتش دعم من أي مكان أو سوى من الدعم سوى من الدولة أو من أي مكان لا كلها يعني مجهود شخصي طبعاً نحب نقولينين من الناس اللي جيت على إسمي وحاولت إلمي إسمي يطلع في أي طريقة في مجالي والحمد لله رب يوفقني في الموضوع هذا فمن حيث الدعم لا تركتش دعم من أي مكان يعني كلها عن المجهود داتي طبعاً كانت عندك خبرة كبيرة من خلال شغلك حتى خارج ليبيا أكيد الشغل خارج ليبيا يعلمك أشياء أو يضيف لك أشياء جديدة في شغلك شن تعلمت أو شنية الاستفادة؟ بالله استفدت استفدت كانت هي كانت فرصة جدني والحمد لله وفقت فيها مسكت مصمم أو ديزايني أكبر شركات نظيم الحفلات في دول الخليج اشتغلت مع الشركة مدة سبعة شهر تقريباً فمن خلال التواجد في وكان في قطر في الدوحة اشتغلت سبعة شهر تعلمت أشياء في مجالي ما كنتش نعرفها بأمانة لأنه هو تصميم الدكور في الدراسة وفي الهواية والناس هي هواية شغلهم يقولوا شبعي يكون عفوي أو عشوائي عكس أنه هو دراسة دراسة حتكون يعني أشياء أسس وقواها دواوة فمن ضمن الأشياء التي تعلمتها في شغلي في الشركة كيفية ترسم تصور الحفل كيف يكون رسم 2D 3D فهذا اللي استفدتها واستفدت أشياء كتير يعني في المجالي من التواجد في الشركة هدية وحاين قاعد نمارس فيه الحمد لله في شغلي يعني هل تشوف بي أنا هذا المجال اللي هواية بس تكفي ولا لازم معاه دراسة بحسب خبرتك يعني في هذا المجال والله هي 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 يعني نقوله بالسانتي هو أكيد حكم شغل كويس بس اليواية تعطي يعني مجرد أنك بتشتغلي في الفرح أو أنك تبت صممي كوشي عرس ظل عندك شعور يعني مش طبيعي يعني عرفتي ظل طلعي في أشياء من صميم يعني فدايما نقول الموهبة أكثر من الدراسة يعني نعرف بأن تصميم عبد الحميد المنصوري دائما متميزة شلي ميزها يعني هل أنت حريز على أشياء معينة في شغلك أو عندك أفكار معينة أو تركز على ألوان معينة يعني شلي ميز شغلك الميز شغلي اللي هو المواد الخام المواد الخام المواد الخام اللي ميزتني في شغلي ولحد الآن يعني الحمد لله أنت عارفة الوضع المواد الخام إنها مش متوفرة مش موجودة في السوق المحلي بس الحمد لله اللي ميزني في شغلي وانه خلال ان يكون من الناس المتميزة وانه الناس طبحت العبد الحميد المنصوري هو مواد الخام نشغل على كواليتي اكتر شي فهذا الميزني في الشغل اكتر شي يعني هل تشوف بان هذا التميز ممكن اللي متوفر عندك ممكن توفر عند الشباب الموجودين حاليا في الساحة في هذا المجال او لانك انت ممكن عندك امكانيات مادية معينة لا والله بالعكس حاليا مؤخرا فيه هلبة شباب طلعوا في هذا المجال يعملوا وتمكنوا من شغلهم الحمد لله شغلهم كان مميز معانه هما جو في وقت او في ظروف صعبة جدا المواد الخام مش متوفرة وحتى انهم متوفرة يعني باهدة الثمن يعني غالية جدا ففيه شباب حاليا متبع فيه شغلهم في لي لي فترة وجيزا جدا يعني من خمس شهور ستة شهور شتغلوا كويس داروا اسم ويعني كيف تجي في اوضاع زي الاوضاع طوحيين اللي موجودة شاب او شابة يخشوا هالمجال هدايا في فترة وجيزة ان هو يدير اسم يعني هذا ممتاز جدا جدا يعني فيه من مجموعة واحدة ما اللي اشتغلينينا فترة كبيرة في المجال هذا قاعدين نشتغلوا الحمد لله بس طلعوا جديدة والشباب جيتهم الفرصة كويس يعني ووفقوا في مجالهم يعني بس اكيد يعني الازمة الحالية اكيد تأثرتوا بيها يعني جدا جدا متأثرتين بها جدا جدا يعني المواد الخام ودك مش متوفرة في السوق الاسعار نفس الشيء فبالنسبة لي اني يعني الحمد لله اني عدت انتهي من ودك اللي ميزني في شغلي ان هو مواد الخام متاعي كلها مستوردة من بره فهدا اللي ميزني في شغلي فبس زوم الاقي في نفس مجالي يعني هم اللي تعملين شوية في موضوع مواد الخام مش متوفرة وازمة السيولة وحقيقي اللي حط ان السوق طالب يعني 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 رغم يعني رغم الاوضاع الصعبة في اعراس في ايه في اعراس موجودة بس زي ما حكيتك المواد مش موجودة بس هذه الصعوبة اللي تواجه تقول الشباب بتطلعين في السوق حاليا يعني طيب بالنسبة للأوضاع الصعبة وارتفاعل طبعا الاسعار في ليبيا المبالغ فيها هل تحاولوا بالنسبة الاسعار كيف تشوفها حاليا يعني مع هاد الظروف هل هي متماشية مع الظروف هل هي لا باش ماشية مع الظروف هل هي حكيتك الاسعار غالية جدبة يعني يعني على سبيل المثال نقولك في البوكين بتاع الورد كنا ناخده فيه بسعر يعني ستة دينار ممكن البوكين فاصل تسعة او عشر وردات حاليا نوصل لحتى خمسة وخمسين دينار يعني انت كفت بوكي الورد بس بوكي الورد بس انت كفت بتشتغلي السنتربيز متع طاولة او شام عدان بيجري بوكي ورد يعني اخر شي بي مش اقل من اربعين وردة يعني بي اربع باقات يعني اللي بتشتغلي السنتربيز الواحد بمئتين دينار ورد بس ان كفت بتحسبيه للزبون او بتحسبيه لي صاحب المناسبة وضل هي قاعد فرح فيها اقل شي اربعين او خمسين طاولة فشوفي كيف ترخد متل فالبنسبة للاسعار صعبة جدا حاليا هل تحاول انت مع الزبون توصل السعر معين ممكن يرضيك ويرضي الزبون اي اكيد اكيد وليه الخيار يعني ما نفرض عليش عغلي ما بنفرض عليش الاكسسواري موجود عندي في خيارات يعني في خيارات هل يكون راضي يطلع الزبون راضي من المحل يعني حكيلي على ممكن تصميم طلب منك وممكن زي ما نقوله لقيت في صعوبة في تنفيده او حيرك او خلاك تفكر فيه وقت طويل واخدها منك وقت طويل يعني اماك بقولت ما فيش صعوبة بتقول لي ممكن احبت الحمد يبارك بصدق بامانة يعني يعني زي ما قلتك ان هدي هواية و هذا التميز فيك يعني الحمد لله ما فيش اي تصميم تعبد فيه هي زي مسألة انا شوني قلتك موت خام بس يعني اي تصميم ما فيش اي صعوبة دائما ندرس فيه كويس نحاول يعني ناخد الفرح بفترة يعني مش اقل من شهرين او ثلاث شهر في خلال الفترة هادئية كنا نحاول نجهز المواد الخام المتعي بالكامل اللي متوفر نحاول نوفر اللي متوفر نحاول نجيبها من برة لكن ما فيش اي اعتقد اي تصميم من خلال مسيرتي انه سبب لي عرقلة او سبب لي تأخير او لا الحمد لله الحمد لله طيب ادرب تصميم ليك لقلبك حبيته انت يعني او تفضله انت في مسيرتك كلها يعني في ديكور اشتغلته في 2008 ندكر انه يوم 24-08 2008 كان ديكور فصل خريف فصل خريف هذا اكتر 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 ديكور اشتغلته و بجدي تعبت فيه وكان ديكور بالنسبالي مميز جدا وقعتني اشتغل به يعني عادة دائما اي ديكور اشتغله يعني ممكن فرح او فرحين او ثلاثة بكتير يعني والباقي طبعا نغير نحاول يعني نتلفه وغير في تصميماته و بس ديكور هذا الوحيد اشتغلته كم مرة ونحب نشتغله وعادة دائما كيف تجي نزبونا في المكتب اني نعرض عليها ديكور هذا اني نحبه بصدق يعني اني اشتغلت فيه وكانه طبعا كلها شبه طبيعي يعني عبد الحميد من خلال حديتي معاك قبل طبعا اللقاء فيه جملة لفتة انتباهي اني قلتلي ديما انا نحس على اني ندخل الفرحة في قلوب الناس او في قلوب طبعا صاحب العرس او المناسبة قداش انت حريص على هادي الفرحة حريص على هادي 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 سبب نجاحي عادة نشوف المهندسين يعني بس يصمموا ينفدوا يسلموا بس ممكن تفاصيلتان يا مدهموش بالنسبة يعني مهندسين ديكور في ليبيا او في ترابس بالاحرى يعني ممكن مما ما هدوش على الصابع ممكن اتنين او ثلاثة بس اللي يشتغل حريا كلهم اغلبيتهم مواهبة نفس الشي حتى شركات ما مبش مفيش شركات يعني نيتا وان لاحظت ان الاسبوع الماضي ان في فرح شغلة صديق او زميل شغل كاتب انهم دائر بوست او دائر ستاند كاتب فيه شركة سين يعني فبنسبة الديكور او تنظيم الحفلات في ترابلوس ما فيش اي شركة كلهم مجرد ان هما شباب موهوبين يبوا يشتغلو يجو شغل الاعراس او شغل تصميم الاعراس فيه في روح وفلاصل وقت فيه مردود مادي كويس ممتاز بس مهندسين ديكور اللي في ليبيا هم ممكن اتنين او ثلاثة بس يشتغلو ويشتغلو بكفاءة كبيرة جدا جدا فهدو ما يعني عاد تنديما فيه يعني قولوا من ناس من الاوائل اللي اول ما حقق يعني حتى قبل نطلع اللي من نفس المجال هاتي قلت موجدين قدام يعني يشتغلو يشتغلو كويس يعني موجدين حد الان يعني حنرجع معاك لمسألة التكاليف والاسعار شن اكتر حاجة مكلفة او سعرها ممك مبالغ فيه والزبون ما يقدرش عليه ممكن في تنظيم الحفلات احنا تكلمنا على الورد في خصوص طبعا الاعراس الليبية خاصة يعني اكتر شي مكفو الورد الطبيعي الورد باقي كل عاد لا المسمى الورد الخام التانية سهلة يعني هو الخشب او الحديد او الاقمشاء او حتى الاضاءة كل ما فيش اي تكلفة مش مكلف بصدق يعني بس نكفو الورد الطبيعي عادة انه يعني هو معروف دايما نعرض الورد الطبيعي للزبون بس دايما نحاول اني نبتعد شوية لانه مكلف جدا يعني بخلينا نتكلم على الاعراس الليبية الحالية الموجودة يعني تكاليف الصالة الشوكولاتة خلينا نتكلم بالمجمل كلها يعني شو رأيك فيها في اسعار مثلا الصلاة بالنسبة لك الى هذا موضوع الاسعار الصلاة ما واني واضح جدا ومعروف مؤخرا مؤخرا معانينين نشتغل فيه القاعات الاغلبين نشتغل فيهم ومن بيش نتكلم على اي زميل او اي صديق او صحب قاعة افراح لانه مبلغ فيهم جدا جدا يعني قاعة فرح وصلت 8000 وتسعة الاف وعاش الاف دينار بالاضافة الي كنك تجيز الحفل انتي عارف انه فيه كم الخطوة يعني اشياء ضروري ان تقدم الفرح يعني نجي عن نحن يعني نقوله الخطوات او مثل الروتين اي 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 اشياء تقدم في الاعراس يعني واحد اثنين ثلاثة اعراو بزدت ما نقدرش نستغنوا حنا عن نالبيين ما نستغنى عليك تجيز شوف التكلفة متاح تديها يعني مبالغ فيها جدا صح يعني نشتغل فيها بس هات الشي معني مجبورين اني نجيروهك بالطريقة هذي يعني على سبيل الميتة يعني تجيك عروسة تتفق مع الفرح بالكامل تاخد منك الشوكولت او العشياء او الروزاتة او العبنبر او الحلويات جي تشوف فيه يعني مش اني اي حاط الاسعار اسعار هذه الي موجودة تدي تمرت الفرح او حفلة بس تكلف بالمبلغ الفلاني بالاضافة للفرقة النسائية بالاضافة الى ايجار القاعة هذا يكون كله في يوم واحد بس يوم واحدة نوصلوا حفلات بي مبلغ كبيرة جدا جدا يعني فمرات العروسة او ما تحجز القاعة تلاقيها القاعة مكلف يعني نقوله بثمانية لف دينار جي تحجز الفرقة جاه بثلاثة وثلاثة 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 بعدين جي للعشياء تجي مني سبعالاف وثمانية لاف وعاشرة تجي الحفلة مكلفة مش اقل من حمسة وثلاثة وثلاثة واربعين الف دينار مبلغ مبلغ في يوم واحد في يوم واحد فيه حاجات ضرورية وفيه حاجات مش اساسية يعني اني مرات يجيني حتى زبونات يقولي عبد الحميد اني بيمنك بوكيف بس مسكة عروسة بس فأنا زي ما تعرفيني مكتبي انه يشتغل على الفرح بالكامل من الف لليال ناخد الحفلة بالكامل فكيف تجي تقولي ولاحظ الصالة بثمانية وفرقة كده ولا كده فبدأت مؤخرا اني رعي في الظرف هذا اني اوكيي اني نقبلها مسكة عروسة ويقولي اني بيمنك تشغلط بس نقبلها بس لانه في اسعار يعني هل مرة جعتك يزبونا وجدتك لا انا مثلا بنجيب الشيء هذا اني بنجيبها وانت تكملي باقي للعرس لا او لازم انت تكون تخصص بكل شيء الا كان الشيء اللي بتجيبها هي يعني نعف مكانها او يقوم صديق او زميل اني على سبيل ما تقولي اني بنجيب الشوكرة نعف الشوكرة متاحها منين من محل كده او من شركة كده نعف ان هي لان مرات اني نشتغل حفلة بالكامل صح او زي ما تعفى او رودي في بوست موجود في انا اذا نقول هذا الحفل برعاية عبد الحميد المنصوري فردا يعني فاني يجيب الشوكرة من مكان تاني او من محل تاني طبعا اسف يكون الاكسبايرت متاعه او يكون الشكل متاعه فا او رودي الموجود في الحفل عارف انها الحفل كلها بالكامل مش فلا عبد الحميد صح فيقول الشوكرة انه فيها اي خلق لحاجة تبشي عليه اني على اسمي اني فاللا ما يكون الشخص يكون نعفه كويس يعني هذه مرات اني نوفقها او مرات ان لا يعني كل شي مني مرات طرفة طبعا لما احنا نتكلم طبعا على الاسعار وارتفاحها خلينا نربطوا هذا الموضوع بسؤال سوشال ميديا هل تعتقد الاسعار التي تقضاها مهندسي الدكتور ديكور في ليبيا مناسبة او مبالغ فيها نشوفوا بعض التعليقات عبد الحميد مع بعض من احمد يقول مبالغ فيها جدا من سيليبي يقول طبعا مبالغ فيها من الاسد يقول مبالغ فيها وهو عبارة عن حاجات يستخدم فيها في كل المناسبات ويتاجر فيها ويكون السعر غالي جدا من حميدة تقول لا اكيد مبالغ فيها جدا ونحن رب يكون في عونا مش قادرين حتى ان نضموا مناسبة صغيرة مش حتى فرح يبقى الامل تقول مبالغ فيها من مونة تقول مبالغ فيها والله يحرم عليكم شو رأيك في هدي يعني اغلب التعليقات مبالغ فيها مبالغ فيها ما هو مبالغ فيها هل ممكن نقدر نقوله بانه هما مستغلين الوضع الحالي ممكن الازمة نقولك الحاج عبي يعني اغلبية اللي يشتغلوا في تنظيم الحفلات او في العراس كلهم اصدقاء وزملاء الاغلبية 90% وكلهم يتابعوا في اخبار بعض لها شين يشتغل شين يشتغل شين يشتغل ش بالعكس في ناس موجودة في السوق اسعارها انه مستغرب فيها يعني او خليك من عبدالفهميد الممشوري او من الشخص ما فيه من بعض الشباب يشتغلوا باسعار يعني بجد قليلين استغرب يعني انت 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 حتى تسعرك عليه اساس انت انت ان تحتيت سعرك لباليه اساس نحن نجي بنحس بوعة غره ان ولك انت عندك مكان تتخزين البضاعة ماش انت اكت اخد سيارة عقبك البضاعة من المكاني مكان الفرح يجرت السيارة كده كده تطلع لك احسب ان كنا عندك شغيلة عمالة تشتغل يوميتهم كده 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 فسادي انت تشتغل حفلة بالمبلغ هذا الاسعار الغالية في شنو الحفلة بالكامل لان القاعات الموجودة في الترابلس بالكامل فيها الشغل فيها الشغل كويس المرضي تستغني حتى على الديكور بس انت كيف تقول لي غالي معناه انت طالبة اشياء يعني شوف الوردة الطبيعية الوردة بثلاثة دينار ومص المفرش الأقمشة المتر كان بـ 11 دينار او 23 دينار سواء قبل او حتى تتوى حتى بيقى قبل وهي يرى مسألة دوق وفني الناس اللي عندها الاسعار تخطف الاسعار الغالية سين من الناس واني بصدق ونقولها لك ونقولها على الهواء معروف انها الاسعار غالي واني بضعتي كلها مستوردة من الخارج يعني ومش اني بنتميز واني بندير اسم لازم يكون متميز على الفاك الزومالات بس مش الاغلبية يقولون اسعار غالية بالعكس في اسعار جدا بدرش اني اني مستخدم في الوقت الحالي ويشتغلوا كويس عندي صديق عندي زميل متعتبرش ان هي دعاية بس اعتبر انه ونزل من نذكره محلات ايوان الفرح اشتغل في فترة واجيزة جدا ستة شهور او سبعة شهور الحمدلله دار اسم واشتغل كويس وحاليا يعني اسمه موجود في السوق من ضمن الاصديقاء ومن ضمن الزملاء فالاسعار الغالية هذه الحفلة تحكم يعني فهمتي هنكمل اكيد حديثنا الشيق معك عبد الحميد لكن خلينا نطلع وفاصل ورجعين مع المصمم عبد الحميد المنصوري خلوكم معنا مزلنا معكم مع المصمم عبد الحميد المنصوري عبد الحميد هنتكلموا في هذه الفقرة عن الاعراس الليبية وتصميمك الاخيرة في تنظيم حفلات الاعراس هل نقدر نقوله الاعراس الليبية اليوم تختلف عن السنوات يعني سبقتها او انه فيها جديد لا بالنسبة حقيقي الاعراس بنقولك على حاجة عبير الاعراس حاليا رجعوا لاعراس زمان يعني نطعف ان اعراسنا قبل يعني دايما من يوم الاثنين من يوم السبت يعني فتو مؤخرا لاحظت انه شنو رجعوا لعاداتنا وتقاليدنا الاولى في كل شيء ايه في اشياء هلبة يعني طبعا السنوات الماضية كانت في اشياء مرتعة نقولها على سبيل المثال ديكور الحنة كانوا بدون يطلبوا فيه الوان غريبة يطلبوا فيه الوان يعني تتماشى مع الليلة الحنة ومع الحفل بس مؤخرا بدون يطلبوا فيه اشياء تقليدية بدون يطلبوا فيه الوان معينة ليلة الحنة اللي هو اللون الاحمر او العنابي او البودرة او الالوان تال الحنة يعني بدون يطلبوا فيه حتى الاشياء الحلويات حلوياتنا ما نقوله المقروض والغريبة والكعكوا وكده فجت فترة عدمت يطلبوا فيه حلويات غريبة اشياء يعني هل الحلويات مليهاش بعاداتنا وتقاليدنا او الحلويات نقول حنا عنا حفل نقولوا حنا حنا او نقولوا محضر كيف انت الأشياء اللي تقدميها اشياء من عاداتنا وتقاليدنا او من تراتنا او من عراسنا الاولى حلوة يعني على سبيلت اجي او تقدمي اصير نزم قوله الروزاتة والعبنبر هذه حاجات تان معروفة تقدمي الشاي مع المقروض والغليبة والكعك المالح والسكر واوا تقدمي الشاي في تسط شاي باللوز اللي لحشاء يكون فيه اشياء مش اللي تطلع جديدة هذي اللي حاجات تطلق ازم قد مبطل بضلما اكل ليبي زمني فهذي تعطي اجواء او تعطي ايحة ان ليلة الحنة ليبيا تقليدية مؤخرا رجعو لها هلبة يعني لحطة المدة الاخيرة كم من عرس يطلب مني اشياء زي هذي يعني لكن فيه فترة من الفترات ممكن انعدمت انعدمت وتوى رجعت رجعت من جديد هل هذا الاسعار هم تختلف عن العرس الارس اللي بالعادي مكلف يعني اي لا مش مكلف لا لا لان حاجات يعني تقليدية حاجات تقليدية وموجودة يعني ورخيصة انا نقولك يعني ساب المثال تختي كيلو مقروت عاكس مني تختي يعني خطعة طارد بمعنى يعني فهمتي فحتى الاسعار مش مكلفة هلبة يعني احنا نعرف عاداتنا وتقاليدنا حاجات مش مكلفة حتى الديكور اللي الاكسسوارات النحاسية واوة احنا نعرف عاداتنا وتقاليدنا في ليبيا ممكن تكون متشابهة نوعا ما بس فيها تفاصيل مختلفة كداش انت تحريص ان كنت تعرف على تفاصيل مثلا زبونة هادي من وين او من اي مدينة لا هو عادة ان اشتغلت في ترابلس وخرج ترابلس نعرف عادات التقاليد المنطقة في ترابلس وبرا ترابلس فمن الصدفة ان الاعراس اللي جدني برا ترابلس يعني مش متقاربة من اعراس ترابلس يعني هو على انقوله مثال ان الكرسي الحنى في بعض الناس مؤخرا دروفي هو طبعا يكون لونه معين هو لون العنابي او الأحمر من وزيله دم الغزال ففي من بعض ان يدروا على الديزاين الجديد اللي هو اللون الموف او اللون الفوشي او واوة فهذه اشياء تكون واحد ان هو يدقق فيها على سبيل المتال نقوله في السبات يحطو فيه في اشياء بتاع الحنى اللي هو بتاع العروس في ترابلس موجود والمعروف والتي الحنى لي لون ومعنا احنا حنى صغيرة وحنى كبيرة يعني الحنى صغيرة ليها لون وحنى كبيرة لها لون في برا ترابلس باش مقايدين بلون معين بس مقولتكم الصدفة ان المناطق اللي اشتغلتها يعني اشياء قريبة من ترابلس يعني المنافسة ضروري منها شيء ضروري مش انك يعني تنجح مش انك تبدع مش انك تعطي بس اني شخصيا المنافسة على رقل نانين يشتغل ما ندورش يعني سين من الناس شين دار او ما دارش انتبق اخبارك كيف وصل شين ما دارش لكن شغلة لا يعني شغلي يعني مميز ومعروف الحمد لله بس الاكيد الشخص المنافسة ضروري منها مش انسان يعطي انسان يزيد يبدع اكتر وحاليا حاليا في منافسة نعم شن حابب تحقق ان شاء الله في الايام الجاية او في المستقبل ان شاء الله هذه اللي اول مرة نقولها ان شاء الله بدي في تعاون مع المفوضية العامة الكشافة ان شاء الله عبد الحميد المنصوري سيكون موجود معاهم في حملاتهم عندهم ان شاء الله يوم اثنين اربعة اللي هو حنة التوحد ان شاء الله ستكون موجودة في ترابلس فقعد مع المفوضية حاليا وعندهم كم من حملة وكم من برنامج هذه اللي اول مرة هنكون معاهم بإذن الله ان شاء الله يوم عشرة مايو عندي حفل اللي هو يوم المرأة هنكون موجود فيه بإذن الله وبالاضافة الى الاعراس يعني الحمد لله ما نوصيكش على يوم المرأة ان شاء الله ان شاء الله ومشكور جدا على استدافتكم لي انا سعيدة جدا موجودة معاكم في الستوديو احنا انا سعيدة شكرا عابيرو بنشكو الأخ علي وإدارة القناة والزملاء كل بالكامل وسعيدة جدا موجودة معاكم واحنا اكيد بدورنا نشكروك وسعداء واني سعيدة شخصيا باللقاء معك شكرا لك الله يبارك فيك المصمم والمتعهد والمتخصص في تنظيم الحفلات عبد الحميد المنصور حلقتنا تمت اليوم نتمنى لكم يوم حلو نشوفكم في حلقة جديدة الى اللقاء اشتركوا في القناة